أعطيكم العافية اليوم بدنا نكمل سلسلة المراجعة لمادة المد هي عبارة عن 8 سلايدات لسلايدات الدكتور 8 سلايدات سنقسم على 8 أو 9 فيديوهات حسب مدة الفيديو سأقعد فيها هذه المعلومات نسيت بصراحة في أول فيديو كان يجب أن أقولها في بداية الفيديو الأول بالإضافة لأن المادة تعتمد بشكل كبير على أنك تحل أنت وإيدك كيف حلت إيدك وكيف مرنت إيدك على الحل بالأمتحان سيسعى في كل وقت أنك تتخلص إن شاء الله وقبل حتى كما عند الوقت فأهم شيء أنك تحل بيدك تفهم المواضيع وليس تحفظها أحنا حد هسا الفيديو الأول الفيديو هاد رح يكون عبارة عن تقريبا حفظ لقدام إن شاء الله رح نتخل مادة حفظ أو قزتي فهم ورح أكون فيها كما عن حل كثير وهي بصراحة هي المادة اللي براكزوا عليها أكثر من اللي أخذنا مثلا في فيديو الأول ونحط الفيديو هاد حسا اليوم موضوعا عن الData organization تنظيم الData احنا قلنا الData لما تكون هيك معطيك إياها مثلا أرقام بشكل عام هيك بدون إلها أي معنى ولا مثلا مثلا أمسويلها organization ولا مثلا مثلا أمسويلها summarization معين مثلا أنك تلخصها ولم سويها لأساسي بتكون هي عبارة عن raw data data يعني بوضحة الخام ما لها أي معنى data عندك ما بتعرف شو يعني شو هي الData هاي لإيش يعني أول استيب للData organization هي order.rg إنك ترتب الData عندك من smallest to high stage عندك الData مثلا أرقام هاي بدك ترتبها من أصغر رقام لحتى أكبر إيش أكبر رقام بحكي لك هنا بقول always it easier to analyze organized data دائما أحنا يتوأسهل علينا إنه نظم الData بالroll مثلا data ولا organized data أكيد organized data يعني بدي أول خطوة بالData organization إنك بدك تسوي لها organized بدك تنظمها عن طريقة order.rg ترتب القيم من عندك من الصغير أصغر قيمة الأكبر قيمة هاي أول خطوة بعدين ثاني خطوة بدك تسوي لها مثلا summarization عندك تسويها مثلا الرقام هاي بدك تنظمها أو تحطها بكاتغوري معين مثلا كاتغوري معين هاي تحسب له frequency relative frequency راح نجيهن هذا كل الأشياء بس أول خطوة هي order.rg هاي هي organization data هي order.rg ما يعني order.rg يعني بدك ترتبها من ال data عندك هاي من small and high or large or large هاي هسا ليش احنا اهمية ال order.rg عندنا ليش منقدر نعرف عن طريق مثلا إذا احنا رتبنا ال data عندك من أصغر data لأكبر data نعرف عن طريقة هي determine وكلي بسرعة منقدر نعرف أو نحدد عندك أكبر value بال data عندك وأصغر value بال data هي أهميتها هسا بسرعة هاي ال organization data أو تسوي لها order.rg مش كافية لأن تعطيك الميني اللي بدك يا أنت أو المعنى أو ال result اللي انت بدك يعني يعني بتكون لسا هاي أول خطوة فقط بال 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 data اللي بدك تنظمها اللي بدك تطلع منها المعلومات انت بدك يعني الثاني خطوة هي السماريزيشن بدك سوي سماريزيشن عن طريق grouping of data ال data اللي عندك اللي سويت لها بدك تحطها بgroup بدك تصنفها بgroup أو مثلا بالclass interval شو يعني class interval هي عبارة عن بتكون المت معين مثلا بين 10 إلى 19 هي عبارة عن interval بتكون مثلا بنعطيها subject معين يعني مثلا 10 19 مثل 4 العمار من 20 29 يعني بنسوي لهم سماريزيشن ملخص ال data اللي تسويهم الأمور ده داري هاي شو أهمية من سوية سماريزيشن هايو بحكيلك made more comprehensible and meaningful data يعني أكثر شمالي وأكثر معنى من أول استبل اللي أنك بس تسويها order هسا هنا في شغلة مهمة كثير بالclass interval أول إشي class interval لازم يكون non-overlaping interval ما يتقاطع مع بعض كيف؟ عندك مثلا class interval هاي من 10 إلى 19 تمام؟ بعد class interval الثاني بدي بلش من 20 ما ببلش من 19 ليش لأنه لازم يكون non-overlaping يعني أسا من 10 إلى 19 العشرة المثلا عماره مع 10 داخلين وعماره 19 داخلين ضمن interval هاي والفريكونسي مثلا أربع ممكن يكون واحد مثلا اسمه علي عمره مثلا عشر سنوات واحد مثلا محمد عماره 19 فالعشر وعشر وعشر داخلين فأنت لما تروح على class interval الثاني ما بتبلش من 19 بتبلش من 20 لأنه نازم يكون non-overlaping interval هذا أول إشي بالclass interval أول إشي أول شارط ثاني شارط بحكيه لك إن الwidth للclass interval الشي هو الwidth اللي هو الفرق بين lower limit ل upper limit يعني العشرة ستطع شو هو الwidth التباحة يعني بقول لك الwidth للclass interval كاملين اللي هما يكمل class interval هنا ستة class interval تمام الwidth للclass interval الأول بساوي لازم يساوي للclass interval الثاني للثالث ما بتقول لنا أول إشي مثلا عشر وعشر وعشرين لثلاثين هنا بكون خطأ لازم يكون متساوي حتى تعطي معلومات صحيحة ويش ودقيقة زي يعني إنك تشتغل بأمانا مش إنه يعني تعطي data مرة مثلا شكل والdata الثاني شكل ثاني حسا ال interval width كيف بدك تحسبه عندك class interval مثلا من 10 إلى 19 كيف بدك تحسب الwidth تبعه الwidth اللي هو الفارق بين lower limit لل upper limit 10 إلى 19 بدك تحسب interval width بدك بدك تقول upper limit ناقص lower limit زائد 1 يعني 19 ناقص 10 9 زائد 1 10 بدك تبعه من 10 بدك تبعه من 10 بدك تبعه من 10 10 10 12 16 14 15 18 19 بعدين بدك تبعه من 20 20 21 22 22 24 25 26 27 28 حتى توصل الى 29 و هكذا طب هسا في عندك اشي اسمه range range لالclass interval كامل شو هو range هو الفرق بين smallest measurement من اول اللي هو ما سويته الوردة دارية اللي هو الفرق بين smallest measurement لحتى توصل لا اعلى او large station عندك smallest measurement بدك تبعه من 10 والlarge summation من 69 اخر اشي هو من lower limit للclass interval الاول للأبر limit class interval اخير كيف تحسب الـ range بدك تنقص الاخر اشي ناقص اللي هي lower limit في class interval اول 10 زائد 1 نفس الانتيرفل بدك تزيد 1 حتى تحسب 69 والعشرة داخلات يعني 69 ناقص 10 59 زائد 61 اذا الـ range عندك كم الـ range والclass interval هاي كاملة الـ range 60 حسا احنا بلش بهمنا يعني احنا طلعنا الـ range والـ interval width بهمنا بع المرات ممكن مثلا نجيب لك سؤال يجيب لك الـ interval width تمام رقم معين و total range رقم معين ويقول لك احسب لي كم ممكن يكون في class interval مش معطيك الجدول هاد مثلا كم ممكن يكون في class interval معطيك total range 60 تمام والـ interval width لكل class interval الـ width وكي وانا عندي total width كاملين 60 فقداش ممكن نسوي class interval ويكون class interval هدول من 60 على 10 بطلع عندك 6 class interval طيب كيف بدك تبلش قلع يعني طلع معك 6 طب انا ممكن اقول لك كمان شو هو الـ 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 و هسا انا بعرف الـ range طلع 60 و الـ interval width طلع كامل طلع عندك 10 فهسا الـ range كامل طلع عندك 60 و الـ interval width عندك 10 طب هسا الـ range انا مين بجيبه بجيبه من الـ الـ ميشون منت ناقص لول ميشون منت زائد 1 صح وانا عندي الـ range وانا عندي اذا عندي مثلا total range عندك 60 تمام total range أو range كامل طلع عندك 60 اللي هو الأبر ناقص الأبر ميشون من ناقص لول ميشون منت زائد 1 هسا الـ width عندك 10 فعندك انت 60 والـ width عندك 10 وانا بجيبه من ثم 60 وانا تستطيع الـ 60 لحد الـ 60 فانت هاي طلعت الايش الـ كيف بك تحسب اللور ميشون منت بجيبه من اذا عندي total range 60 و interval width 10 interval width 10 و احنا قلنا class interval كم بطلع عندك 6 class interval فانت لما بدك تقسم 60 على 10 بطلع عندك 6 و بدك تبلش من رقم بحيث انك توصل ل 60 interval width class interval 11 و احنا و توصلنا الى 1 69 بالاخير بدك تبلش مثلا من 10 60 تقسيم 10 بدك 6 class interval بدك تبلش من 10 بحيث انه بكل مرة لما تزيد 10 على 6 class interval توصل ل 69 فهيك طلعنا lower limit والأبر او اللور ما يوشون منتي حسا فين ذكي يسمى total frequency يكون frequency مثلا الاول اتكرارات مثلا العمار مثلا من 10 19 4 14 خاص 20 29 60 شخص و هكذا بالاخير بدك تحسب total frequency مجموحهم كاملين و total frequency حسا بنعرف شو اهمية total frequency حسا الخطوة الثانية ممكن اطلع relative frequency شو هو relative frequency انا ليش بطلع عصلا relative frequency فيش اسمه relative frequency هاد هو عبارة relative يعني هو ratio هو ratio هو ratio لايش للfrequency للclass interval الواحد على total frequency للclass interval كاملين طب ليش انا بطلع relative frequency بطلع relative frequency حتى اعطي meaning للداتا بس بشكل اخر غير عن frequency بطلع مثلا بالrelative قداش هو الو relative نسبة كنسبة مئوية مثلا اوكي حسا relative frequency كيف بتطلعه هو ال ratio between frequency لكل class interval على total frequency كامل مثلا الclass interval 10-19 frequency له 4 والتotal frequency 169 فبتقسم 4 على 169 بطلع عندك relative frequency له 0.0237 اوكي الclass interval 2 60 على 169 بطلع عندك 0.39 الclass interval الثالث 47 على 169 بطلع عندك هيك حسا كيف بدك تعطي meaning للrelative frequency هايو اعلى relative frequency مثلا هان شو هو اللي هو اكيد راح يكون للفريكونسي الاعلى اللي هو الثاني 29-266 والrelative frequency له 0.3905 اوكي اوكي بصراح بالامتحام مثلا يكون يجيب لك سؤال يجيب لك مثلا الجدول غير انسى cumulative frequency and cumulative frequency and cumulative frequency ممكن يجيب لك يجيب لك فراغ ناقص اوكي مثلا بالfrequency عند 40-40 مش معطيك 36 ناقص اوكي بدك تعبيه كيف بدك تجيبه طيب عن طريق معطيك relative frequency relative frequency هو شو ايش اول frequency قلنا على total frequency اذا طال عندك relative frequency عندك 0.2130 اوكي وال total frequency عندك 169 فبسو ايش يعني معادلة سين على 169 وبعطيك عندك 0.2130 فقدش راح يكون عندك ال frequency بطلع عندك 36 فهي مضمنا اسئلة ممكن تجيبك بالامتحان و اظن ان يجتنا وقتنا انك تعبي الفراغ حسنا relative frequency كمان لها meaning انه تعطي proportion value proportion يعني ايش بالجزاء او اجزاء يعني قديش هي proportion لها من 100 او مثلا من الهانة اللي هي relative frequency لما تجمحهم كاملين بالاخير بعطيك واحد الواحد يتمثل المية بالمية او بتمثل المية بالمية اوكي اللي هي عند ال total بتكون هسا لما تجمع ال relative frequency كاملين بدك تجمحهم بالاخير بطلع عندك واحد بطلع عندك واحد هاي الواحد قلنا هي بتمثل يعني انه المية بالمية لاخر اشي هسا في عندك cumulative frequency والكمللاتي ال relative frequency شو فارقوهم الكمللاتي الكمللاتي هي من اسمة التكرارات او مجموع التكرارات كيف يعني هسا عندي الكلاس انتيرفل الاول افوان الكلاس انتيرفل الاول اربعة و الكلاس انتيرفل الثاني الكلاس انتيرفل الكلاس انتيرفل اللي قبله فأول واحد أربعة ما في قبله إشي فنزل أربعة كيموليتر فريكونسي له أربعة ثاني واحد ستة شتين ستة شتين زائد الفريكونسي اللي قبله أربعة فبطل عندك كيموليتر فريكونسي مجموع سبعين بعدين في عندك سبعة واربين فبتجمع السبعة واربين وشتة ستين والأربعة طلع عندك مية وسبعة عشر وهكذا حتى توصل لآخر إشي آخر كلاس انتيرفل رح هو يمثل ليش؟ التوتل الفريكونسي اللي هو ال169 ليش؟ لأنه هو حاصل جمع هو نفسه زائد اللي قبله كاملين هو نفس الفريكونسي فهذا ماسميه كيموليتر فريكونسي دائما يكون كيموليتر فريكونسي إذا قال لك آخر كلاس انتيرفل شهر رح يكون كيموليتر فريكونسي دائماоме ممكن يجي ضع دائرة مثلا الكلاس انتيرفل الأخير الكيموليتر فريكونسي اللله رح يساوي يzhouه ليساوي التوتل فريكونسي التوتل فريكونسي هذه دائما أبداً الصل التكيميل الكاملاتيف ريلاتيف موتيحة ال học عام يريد أن تريد أن تشتمThrus كاملاتيف ريلاتيف فريقوانسي تريد أن ترى مumbع gesehen يقوم بتحديد الأيそんな limiting كاميرا تفريقونسي نفس الريلاتي فريقونسي ظلت مزيم هي لانه اربعة وظلت اربعة الثاني سبعين ما صارت 0.4142 شوف زادت عن 0.3 ليش لان هو عبارة مجموعة مجموعة هي زادة اللي قبلها وبعدين صارت 0.69 0.9 0.976 اخر اشي وهي مهمة دائما بيكون الكاميرا تفريقونسي لاخر كلاس انتيرفل بكون 1 بكون 1 ليش لانه كاميرا تفريقونسي هو عبار عن haris كاميرا تفريقونسي على total frequency واذا قلنا الكميرا تفريقونسي لاخر كلاس انتيرفل بساوي 最 same اكثر ها في يش اسمه histogram الهيستوغرام هاي انك تمثل عندك الـ Class Interval اللي احنا حطيناه والـ Frequency اللي إلها على مستوى Dicarty Value و Frequency او مستوى سين و مستوى صادي بحكيلك اللي هو Frequency Distribution اللي عندك شو يعني Frequency Distribution توزيع الـ Frequency اللي هو تعطي عندك الـ Distribution او الـ Interval اللي انت حطيته او انت الفردته على الـ Frequency كامل او الـ Frequency ليله وبتحسب بأنه هو بتمثل نقاط على المستوى Dicarty وبتوصل بيناتهم هاي هو الـ Histogram هسا الـ Histogram هو Special Type من الـ Paragraph هسا بصراحة يعني الـ Histogram هو نوع من الـ Paragraph كيف بدك تعرف او شو هو الـ Paragraph او شو هو الـ Histogram هسا الـ Histogram هي مخصصة او انه ينطعب من الـ Paragraph مخصصة للـ Frequency Distribution توزيع الـ Frequency احنا قاعدين ندرس فيه حاليا بس الـ Paragraph هي مخصصة لأشياء ثانية مثلا الـ Ordinal والNominal Scale اللي حكينا عنهم بالفيديو الأول هسا كيف احنا حكينا قلنا بتحط على الـ X Axis اللي هي الـ Variable اللي عندك او الـ Class Interval اللي عندك والـ Frequency على المستويش على الـ Y Axis أو Relative Frequency او اللي مدكي عندك هسا حكينا عن الـ Class Interval كيف بدك تحسب الـ Class Interval هسا مثلا هم أعطيك مجموعة من الـ Data كم داتا مثلا خمسين داتا او خمسين رقم خمسين رقم كيف بدك تحسب عندك وقال لك أحسب لي Class Interval كم ممكن يكون فيه Class Interval بالخمسين هاي في قانون بيحكي لك الـ K اللي هي K تمثلها الـ Number of Interval اوكي كم عندك Class Interval بتساوي 1 زاعد 3.322 ضرب اللغاريتم لأساس 10 الى الـ N الـ N هي الـ Number of Observation إذا عندك الـ Number of Observation قلنا قبل شوية خمسين فبتقول 1 زاعد 3.322 لغاريتم العاشر لليش للخمسين بطلع عندك الـ Number of Interval اللي هو مثلا بالجدول اللي أخذناه كم كان Number of Interval أو Class Interval 6 Class Interval الـ Interval هو قلنا الفرق بين Upper Limit والLower Limit بالـ Class Interval 1 كيف بك تحسبه؟ وقل لك الـ Interval تقدر تحسبه عن طريق الـ Range اللي عندك اللي قلنا الفرق بين Upper Mio Shurement والLower Mio Shurement اللي هو كان مثلا 69 والـ Lower كان 10 زاعد 1 اللي هو طلع 60 على الـ K اللي عندك ونهي الـ Number of Interval مثلا طلع تسجيب شوية 6 يعني بالجدول نفسه طلع مثلا 6 60 على 6 بطلع عندك الـ Interval هو إيش؟ هو عشرة يعني هي بعد مصطلحات بك تفرق بينهم Interval هي الفرق بين Lower Limit والـ Upper Limit في Class Interval 1 الـ Range هو الفرق بين Upper Mio Shurement والـ Lower Mio Shurement للـ Data اللي عندك كاملة والـ K هي Number of Interval كم Number of Interval بس بحكي لك كان القانون هذا بعض المرات ما بكون أو ما بعطيك القيمة الصحيحة اللي بدك إيها حسوه بصراحة بالانتهان يعني بيجيب لك الجدول الجهز يعني بالغالب ما بيجيب لك الأرقام وانت بدك ترتبها أول إشي من الأصغير للكبير وبعدين بدك تسوي Class Interval وتصنفها وتعد قديش Frequency الأرقام اللي بين يعني Class Interval 1 وتشوف Frequency تابعه وتحسب له الأبصر شو Relative Frequency يعني بروح الامتحان وانت على سؤال 1 فدائما بيجيبه يعني الجدول وانت واسألك عليه هسا في عندك مثال ثاني على Frequency Distribution Table عندك مسالب 100 لـ 81 هسا انت مثلا سألك شو هو الوث للـ Interval هاض أو الوث للـ Class Interval في الجدول هاض كيف تحسب الوث حكينا حكينا الفرق بين الـ Over Limit والـ Lower Limit زائد 1 هسا لما تأخذ الفرق بين سالب 100 لسالب 81 كيف الفرق؟ الفرق عندك 19 رقم تمام زائد 21 يعني الوث عندك كم الـ Interval وعندك 20 و لازم يكون حكينا الـ Interval لازم يكون متسوى أكيد لكل Class Interval لعندك يعني 80 إلى 61 برضو 20 وعندك لالآخر إشياء كل لازم يكون 20 أوكي هزو كمان شو بنا نحسب مثلا وقال لك حسب للـ Range هو الفرق بين أصغر رقم لا أكبر رقم بالـ Class Interval الكاملين زائد 1 بين سالب 100 لحتى 59 كم لهو بدك نقص 59 ناقص ناقص المية بطلع عندك 150 زائد 1 كم بطلع عندك 160 إذن Range عندك 160 تمام والـ Class وإث للـ Interval 1 كني 20 فلما مثلا تقسم 160 تمام على 20 كم بطلع عندك بطلع عندك الرقم معين بطلع اللي هو العدد للـ Class Interval اللي عندك تمام هسا بالجد والهاظ بحاكي لك هايو مسوي إلى نفس الإشياء قلنا الـ Class Interval على المستوى السيني والـ والفريكونسي على مستوى على المستوى الصادي من سالب 181 فريكونسي واحد هايو حطوا واحد سالب 68 فريكونسي هاي شوف انت بلاحظ ان الفريكونسي بطلع بعدين بنزل حسب الفريكونسي مش مهم انه يطلع بطلوع الـ Class Interval ما له داخل الفريكونسي حسب الـ Observation اللي عندك اللي انت بتسوي عليه دراسة هسا في عندك اشي اسمه Made Interval شو يعني Made Interval Made Interval هي Average للأبر زائد Lower Limit لكل Interval عندك او لكل Class Interval عندك ستشوف ماخذين سالب 90.5 هاي الجدول هو تابع الجدول لقبل يعني عندك مثلا سالب 100 ل81 شو الـ Average بين سالب 181 الـ Average جمعهم على 2 هايضا من نعرف احنا الـ Average جمع المية ل81 كم جمعهم 181 تمام مع 2 90.5 او سالب 90.5 وهكذا حتى توصل الاخير 49 جمعهم على 2 اللي هو بكون جمعهم 59 و 40 بكون 9 مثلا 99 على 2 مثلا ما طلع عندك 49.5 تمام هايضا مسميه Mid Interval نفس اشيئ اللو Frequency بس بفرق هنا انه بدل ما تسوي Class Interval وتسوي زي 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 الـ table هاي انك تسوي زي الدرجات تمام بس انا ما بطلع عندك درجات انا عبارة بطلع عندك نقاط لان انت اختصرت الـ Interval عندك لمد لنقطة وحدة فصارت شغلت انه نقطة مع نقطة X X و Y X فصارت زي عبارة عن مجموعة النقاط وانت قاعد توصل فيها اه لو جاب لك مثلا بالرسمة هاي قال لك شو هو اعلى Frequency او وين الـ Frequency بكون عالي اكيد عند القمة فوق عند تقريبا انت تقريبا 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 القمة هاي عند القمة الكبيرة جاي عند نقطة تقريبا هي الـ 20 تمام اللي هي اعلى Frequency وين الاعلى Frequency هنا حاطينها 43 هاي Frequency 43 عند عند 9 عند 9 ونص انت بتشوف عند 9 ونص صراحة هاي عند 9 ونص شايف الـ فوق فوق لما تنزل على المستوى السيني بطلع تقريبا عند 9 ونص أو حوالين يعني فبكون Frequency له هو اعلى اشي طبعا امتهم ما رح تجيب لك يعني بكون واضح يعني انت ما رح تتقدم عند لك بدك تعطي اشي واضح بدك تعطي اشي واضح حسا الhome وارك هو ما عطيك هم وارك حتى تتدرب عليه فقط ما رح يجيب لك بالامتحان نفس اشي بان حسنا 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 اشياء الان الفارق بين lower limit والhour limit وطلع range وطلع interval وطلع width interval وطلع relative frequency واشياء high فانت يعني رح يروح انتحان وانت مش مسوي اشي فعليا فاحنا البهم انه فقط اللي شرحنا بدك تعرف range كيف طلع كيف width interval كيف يطلع مثلا على القانون number of class interval وكيف تمثله على مستوى السيني ومستوى الصادي تمام طبعا ما رح يجيك منك تمثله لانه ممتح عن الدوائر بس ممكن اجيب لك مثلا زي هيك واجيب لك من الاعلى frequency له هاي مثلا من 0 ل 19 هو اعلى frequency رح يكون فمانه اعلى frequency اكيد رح يكون له اعلى relative frequency واعلى لم يدخل بالcamulator لانه هي حاصل مجموعة مجموعة ال class interval نفسه زائد اللي قبله ونحن نقول frequency مش شرط انه يكون متزايد مثلا فما له دخل بال مثلا ال 0 19 اعلى اشي فما له دخل بالcamulator relative frequency هو دخل له اللي دخل بالfrequency وال relative frequency يعني اذا قال لك ياتو اعلى frequency وال relative frequency هان اللي هي وتقول من 0 ل 19 بس لو قال لك شو اعلى cumulative relative frequency وال cumulative frequency ما تقدر تحدده هان لانه عبارة حاصل مجموعة هو واللي قبله ويعطي كل عافية